خدقال على سبيل المثال في مستوى المبدأ رئيس الجمهورية يأكد على ضرورة تحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي هل تستقيم الدعوة هذه طوى وقتل لمشروع قانون المالية والميزانية لازمهم يتصبوا في المجلس بعد أيام طوى المفروض المشاريع القوانين هذه محسوب حاضرة اللي باش يوصي على حاجة يوصي من قبل مش من طوى وفي غير هذا عن أي توازنات مالية تحكي رئاسة الجمهورية وقت اللي ميزانيات 21 و22 بزالوا ما تسكروش وقت اللي حتى حد ما يعرف كيفاش بشتتسكر ميزانية 23 من المستحيل اقتصاديا وعلميا الوصول إلى توازنات مالية في 2024 نذكر هنا أنه سنة ما عملناش حتى قانون مالية تكميلي هالغاب زعم على رئيس الجمهورية أنه الدولة التونسية عاجزة على جمع ما برمجته وحدها من اقتراض خارجي وإلي هذا بشي سبب عجز بصفة آلية هالغاب على رئيس الجمهورية أنه حكاية التعويل على قدراتنا الذاتية في المقام الأول اللي جات في البيان ما هي إلا شعار لحد الآن ما عنده حتى ترجمة فعلية فما كما نقوله مثلا مثل مهم جدا في السياسة يقولك لازم تكون عندك سياسة مواردك وموارد سياستك لازمهم يكونوا متناسقين بشي السياسة متاع البلاد ككل تكون عندها مصداقية وبالتالي تصبح قابلة للتطبيق على سبيل المثال وقت اللي الدولة تبدأ قال بالكوش مثلا في أكثر من مئتين مليار دعم يوالي ما يجيش لحديث على إحداث مدينة طبية من عرشوين ولا خط يجي فيه من بنزرك المنجردين نسيتوه المشروع ذا يا وقت اللي الرئيس مشاه مؤخرا ليجبل الجلود وحكاه مع العساس متاع السيكاك الحديدية هذا الأخير قال له ما فهماش إمكانيات سيد الرئيس يخي يجاوبه قال له نجم ونتجاوزه نقص الإمكانيات لو تتوفر الإرادة للأسف ما فهم حتى بنكة تقبل سوق كوك إرادة